أكد رئيس مجلس الوزراء منصفى مدبولي أهمية متابعة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتقديم المزيد من التيسرات في هذا الصدد جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لاستعراض خطوات إقرار إعفاءات ضربية ومنح المزيد من الحوافز للمشروعات الصناعية وقد كلف مدبولي رئيس مجلس التنمية الصناعية باختصار كافة الإجراءات المطلوبة لإصدار الترخيص بحيث تكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوطة بالتعامل مع المستثمر الصناعية في هذا الشأن حوافز وتيسيرات لجذب المزيد من المستثمرين خطات تنتهجها الدولة لفتح شرائين جديدة في الاقتصاد المصري من هنا جاءت أهمية اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدمولي لاستعراض المقترحات الخاصة بإقرار إعفاءة ضربية مؤقتة لعدد من الصناعات المستهدفة والمقرر إقامتها داخل المجتمعات العمرانية الجديدة الإعفاءات الضريبية تطال كذلك كل من المناطق الصناعية والإثثمارية والتكنولوجية والمناطق النائية على أن تسري هذه الإعفاءات خلال فترة محددة تشجيعا لتلك الصناعات بهذه المناطق وذلك من خلال إصدار قانون الثثنائي ينص تفصيلا على هذه الصناعات والمدد المقترحة للإعفاءات وفي إطار متابعة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتقديم المزيد من التيسيرات جاء تكليف رئيس مجلس الوزراء لرئيس هيئة التنمية الصناعية باختصار كافة الإجراءات المطلوبة لإصدار الترخيص التكليف شمل كذلك بأن تكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوطة بالتعامل مع المستثمر الصناعي في هذا الشأن وكلف رئيس الوزراء أيضا بأن تجتمع اللجنة الدائمة المعنية بالتخصيص الأراضي الصناعية إسبوعيا لسرعة تخصيص الأراضي لمن يطلبها والتي تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية